بودكاست غذاء ودواء أسعد الله وقادكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الثانية من بودكاست غذاء ودواء الذي يأتيكم من الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية أحييكم أنا عبد الرحمن السلطان وأستضيفه اليوم معي الأستاذ مازن بن سليمان الصغير رئيس قسم الاستقصاء الوبائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء أهلا وسهلا أستاذ مازن يا أهلا والله أحييكم وشاكل استضافتكم أحيانا نشوف أشخاص تعرضوا لتسمم غذائي وبعضنا ما يعرف كيف يتصرف إذا أصابه هو أو أحد أقاربه التسمم الغذائي اليوم بنتعرف على مسببات التسمم الغذائي وكيف تحمي نفسك والمحيطين بك أستاذ مازن خلن نبدأ في البداية ونتعرف على التسمم الغذائي التسمم الغذائي باختصار هو عبارة عن تنوء الأكل ملوث والتي تسببها الميكروبات والمواد الكيميائية الضارة وتسبب أعراض للشخص المصاب طبعا الأكثر مسببات هي البكتيريا والفيروسات علما أن السنويا نتعرض ألاف الأشخاص في السعودية للتسمم الغذائي طيب كيف يعرف الشخص أنه تعرض لتسمم الغذائي بشكل أوضح وما هي الأعراض؟ أعراض التسمم تعتمد على المسبب قد تكون من خفيفة إلى شديدة ولكن هي بالعادة عبارة عن ألم في البطن وغثيان وقيء وإسهال وحرارة وربما الجفاف في بعض الحالات الأطفال والحوامل الكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي هم أكثر عرضة للاسبب تسمم الغذائي والأعراض تكون لديهم أكثر حدة من غيرهم دائما في المستشفى كيف يتأكد الطبيب المعالج إذا كان عند الشخص تسمم غذائي أو لا؟ الطبيب دائما في تشخيصه في تسمم الغذائي يعتمد على طبيعة العراض الظاهرة المريض هذه دائما ومدتها الزمنية بالإضافة أنه دائما يسأل المريض عن نوع الغذاء المستهلك طبعا يتأكد أكثر عن طريق إجراءات وفحوصات معينة للمريض دائما أو العينات تأخذ من المريض هذه العينات هي العينات الدم الحوصات المخبرية الروتينية للعينات الدم برضو حين يمكن يلجأ إلى الزراعة المخبرية لعينات البراز أو المسحات الشرجية أو القيء لتحديد الميكروب الممرض يعني هو دائما يسمى العامل المسبب لأتسم غذائي بالإضافة إلى الفحص المخبري لعينات البراز اللي هو يسمى الفحص المخبر الروتيني لعينات البراز طيب بالنسبة للعلاج أو أثناء حدوث التسمم الغذائي ما هي الإجراءات التي يتخذها الشخص؟ في الغالب الأشخاص الذين يعانون تسمم غذائي هي تتحسن حالتهم تلقائيا يعني تلقاء نفسها بحكم الجهاز المناعي لدى الشخص ولكن من المهم تعويض النقص في السوائل الأملاح برضو الراحة التامة لتجنب حدوث الجفاف واللي يتحسن حالة المريض بالإضافة أن تناول وجبات يكون تناول وجبات الخفيفة بدلا من وجبات الثقيلة حتى تنتهي يعني الأعراض وحدة الإصابة بالمعدة والأمعاء وفي حال أن العراض لا سمح الله كانت شديدة لابد هنا من علاجها بالمستشفى يعني مثلا عند تجاوز الحرارة 38 درجة مئوية أو لا سمح الله عند خروج دم مع البراز أو التقيو بشكل مستمر لفترة طويلة مثلا أكثر من ثلاث أيام وتعرض للجفاف هنا يجب مراجعة المستشفى لتحديد النوع المسبب للتسمم واتخاذ الإجراءات اللازمة مثل تعويض السوائل المفقودة وخاصة لأطفال كبار السن طبعا كما ذكرنا سابقا بالإضافة لإعطاء العلاجات اللازمة منها المضادات الحيوية لقتل الميكروب المسبب طيب استاذ مازل نسمع غالبا بالتلوث الخلطي هل هو أحد مسببات التسمم؟ طبعا التلوث الخلطي نعم هو أحد مسببات التسمم ويعتبر جزء كبير من مسببات التسمم فالتلوث الخلطي لو نعرفه يعني الواحد ما يعرفش معنى التلوث الخلطي نقوله هو انتقال ملوثات مثل بكتيرا والفيروسات كما سأدقنا من أغذية وأدوات وأسطح ملوثة إلى غذاء غير ملوث هذه تعريفها بالشكل المبسط طيب ما هي مصادر هذا التلوث الخلطي؟ مصادر التلوث الخلطي كثيرة جدا ولكن نختصر اللي معروف دائما اللي هم العاملون اللي يحضر الطعام هو أحد المصادر للتلوث الخلطي الأغذية الخام الغير مطهية الحشرات القوارث تعتبر نواقل هذه للمسببات من أغذية ملوثة إلى غذاء غير ملوث بالإضافة إلى استخدام الماء الملوث والأدوات الملوثة هي أهم مصادر التلوث الخلطي هذه المصادر كيف يحدث التلوث الخلطي إذن؟ التلوث الخلطي يحدث ويحدث عن أو بعدة طرق أولها ملامسة الأغذية النية لأغذية جاهزة الأكل مثل ملامسة اللحوم النية مع السلطات هذه دائما يعني تحصل خاصة عند تحضير الأطعمة وأحيانا عند التناول برضو ملامسة الأغذية النية لبعضها البعض يعني حتى ما نقول فقط أنه النية خلاص وبعد عن الأكل الجاهز لا برضو حتى مثلا ما تخلط اللحوم النية مع الأسماك النية بالإضافة إلى وصول السائل من اللحوم النية إلى آخر جاهز الأكل مثل إلى السلطات تحضير وعدات الطعام على أسطح ملوثة عدم غسل الأيدي هذه من أهم حدوث تلوث الخلطي خاصة عند تحضير الطعام استخدام نفس الأدوات والأسطح لتحضير يعني الأكل الجاهز يعني يستخدم هذه الأدوات من أغذية هنية مع أغذية جاهزة للأكل وبرضو عدم التأكد من غسل وتشضيف الأدوات جيدا هذا قد يسبب تلوث خلطي جميل تكلمنا عن التسمم الغذائي والتلوث الخلطي كيف نقدر نتفادى حدوثهما؟ كما تعرف هناك عدة خطوات لصنع الطعام من المزرعة وصنع المائدة ولكن لطرق الوقاية من تسمم الغذائي غسل أيدين جيدا قابل وبعد تحضير الطعام تنظيف الأدوات والأواني جيدا مثل السكاكين وأجهزة فرم اللحم وغيرها بالشكل الصحيح الترتيب الصحيح سواء كان في الثلاجة بحث أنك تضع الأغذية الجاهزة للأكل في الأعلى والأغذية النية في الأسفل بالإضافة عند التسوق عدم خلط الأغذية النية مع باقي الأطعمة عدم استخدام الأدوات الغير آمنة والمشقوقة والمكسورة الطبخ بدرجات حرارة آمنة بحيث دائما لا تقل عن 62 درجة مئوية فأعلى على حسب نوع الطعام برضو بالنسبة لإستهلاك الطعام يجب أن يكون خلال ساعتين من بعد التحضير أو في حال عدم استهلاك وضعه في الثلاجة التذويب الثلج بالشكل السليم إما بوضعه في الثلاجة ووضع الطعام في الثلاجة أو عن طريق استخدام مايكرويف مخصص لذلك التخلص من الطعام المخزن بشكل غير سليم حتى وإن كان ذو رائحة زكية وشكله سليم والظاهري أنه يكون جميل جدا فلا تستهلوا كذا كان مخزن بشكل غير سليم شكرا أخوي مازن الصغير رئيس قسم الاستقصاء الوبائي بالهيئة العامة للغذاء والدواء على هذه المعلومات القيمة وأنتم عزائي المستمعين أدعوكم لزيارة ركن المستهلك بموقع الإلكتروني الهيئة العامة للغذاء والدواء لما يزيد من المعلومات عن التسمم الغذائي وغيره والتواصل معنا عبر مركز الاتصال الموحد للهيئة 1-4-9 شكرا لكم والتقيكم في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة